موسيقى لم يكن في حسبان عرسي الحمدانية أن شرارة النار ستحول فرحهما لمأتمن بحجم العراق شيع الضحايا إلى المثوى الأخير لكن لم تشيع أياد الموت خاطفة أرواح العراقيين نازفة الدم العراقي بالمجان تلك التي تحركها أطماع الفساد بعد أن تكشفت أوراق الساندويتش بنيل غير المسموح بها قانونيا ولا يسمن أو يغني من جوع أن تزهق أرواح الألاف في أكثر من 25 ألف حريق سنويا بحسب تقرير رسمية فالاستهتار بالقانون عنوان متنفذين دون ردع أو عقاب والحديث على لسان من كشفوا عن كارثة ما بعد الحمدانية أو تلك المتوقعة دموع العروسين ونحيبهما أشعل غضب العراق والعالم كله لكنه بث الرعب في قلوب ملايين العراقيين بعد أن كشفت الحملات الأمنية عن وجود أكثر من 7 ألاف مشروع لصلاة أفراح ومناسبات وأبنية مشيدة خارج الضوابط غير مسجلة بشكل رسمي وتشمل فنادق ومطاعم رسالة عروسي الحمدانية تكتب بالدم اليوم أعلها تنقذ أرواح الألاف على طريق الموت رسالة عاجلة ينطق بها العروسان وذويهما بأن لا تهون في أرواح الإراقيين بعد أن أصبحت حياتهم تترقب الموت في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر